إيس على كده أن مرتضى والسيسي لاتنين ملططين جنائياً لاتنين متورطين في دم والاتنين بيورسوا ولادهم السلطة والاتنين بيجيبوا ناس تطبيل لهم وحاجات تانية كتير لخصناها بقى في الجراف ده عشان ما تتوشي مني مرتضى منصور والسيسي السيسي فشل في الإدارة ده مرتضى فشل في الإدارة ديون ومخالفات مالية بتقرير الجهاز المركزي المحاسبات جرائم تستوجب الحبس والعقاب على أهل مرتضى لازم يكون قدامه 15 سنة في السجن تورد في الدم هذا يسألني طبقه مرتضى قاتل حد اه اوعى تنسى اوعى تنسى نحسابهم شهداء بتقوى دار الدفاع الجوي او مش دار الدفاع الجوي الدفاع الجوي النادي لما كان جمهور الزمالك راح هناك وتحبس مرتضى بلغ عنهم وقال ليس يروح بتذكرة امها تصوت عليه وهناك يعني مصر فقرت حوالي 22 شاب لما تحبسوا في كردون عملهم الشرطة وتقتلوا هناك ده كان بتحريد مرتضى منصور الفيديو موجود سواء فيديو تحريد مرتضى او فيديو الموت بتاع الشباب ده غير انه هو تورط في التحريد على مجزرة مدان التحرير ايام صورة يناير فالرجل متورد في الدم السيسي استغلال لعبة التفويد مصر على استمره في المنصب بيورس عائلة على فكرة مرتضى ورس ولاده لان ولاده الاثنين مسكين مناصب في النادي واحد ماسك الكرة واحد ماسك الكرة الصلاة وجوه حلو قوي ده نفس القصة ابن في الرقابة الإدارية وابن في المخابرات اعلام ينافق وانصار يطالبون الراجل ده عنده نفس القصة الاعلام النهاردة ما بيتكلمش على مرتضى منصور نهائي اللي المفروض محموس لكن عارف مرتضى والسيسي مش هما المشكلة حقيقة ودايما نقول كده ما تشخصنوش المشكلة المشكلة الحقيقية في الاجهزة اللي بتحميهم الاجهزة دي لو مش موجودة او لو مش بتسند السيسي السيسي زمنه في السجل لكن الجيش سنده الاعلام سنده القضاء سنده الدولة العميقة سند السيسي قوي نفس القصة في مرتضى منصور الاجهزة اللي بتحميهم اللي مليانة فساد وفشل بتحمي مرتضى منصور هي اللي بتحمي السيسي هي اللي بتحمي برضو فساد وفشل السيسي فمثلا بدل ما يتحاسب مرتضى منصور على كل الملايين الجنهات اللي نهابها واللي أثبتها تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بيتحسب على سب وقصف موظفة في الجهاز المركزي المحاسبات وتسأل نفسك الست عمل التقرير أثبتت فيه أنه فيه مخالفات مالية بالمليار سابوا المخالفات والتقرير ومسكوا في حكاية أنه هو شتم الست وتم المحكمة حكمة على مرتضى منصور بالسجن ست شهور لأنه شتم الست تب والتقرير مناش دعو به دولة قانون حتى النهاردة مرتضى منصور المرة التانية بيعملها ويعمل نفسه عيانه وعنده جلسة استئناف على حكم حبسه ثلاث شهور في تومة سب الخطيب اللي هي دي فجأة لقين الخبر بسبب إصابة بمتحور كورونا الجديد تغيب مرتضى منصور عن حضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه ثلاث شهور في سب الخطيب ونام على السرير في بيته الكائن في شارع أحمد عربي متفرع من ميدان سفينكس أنا بقولك عنوانه هو أنا بقول عنوانه من وزارة الداخلية مرتضى منصور بيسكن في الفيلا بتاع الصفية في شارع أحمد عربي قدام عمر فن المتفرع من ميدان سفينكس وزارة الداخلية ما بتقولوش لي مراجل نايم على السرير هو وما بس شاطرين تمسكوا هشام آسم في لحظة شطار أو انتو لما تحكموا على محمد عادل باربع سنين سجن بينما مرتضى منصور عنده مخالفات مالية بتقرير الجهاز المركزي عنده حكم حبس بست شهور حكم محكمة وعنده سنة قبلها حبس برضو ما بتنسكوش ليه إنما هشام آسم يتمسك في لحظة بص في مينت الراجل اسمه إمام مونيد ده ولا الراجل الدعاء الإسلامي ده عشان بس قال تطبيق عن العمر باربع تلاف جنيه فورا وزارة الداخلية الهمام أبضت عليه لكن مرتضى منصور نايم في بيته على السرير السيسي ومرتضى رغم كل الفشل اللي هم فيه والفساد الغرقانين جوا مصممين يكملوا كمان هما الاثنين على الكرسي ويورسوا المسئوليات لولادهم وده اللي تعلم مرتضى من السيسي زي ما بيقول أحمد يحيا كده مش المخرج أحمد يحيا حد بيقول صباح الخير مرتضى منصور سحب ملف ترشح الانتخابات هتقول لي إزاي هقولك الزمالك غير أي حاجة في مصر لا يا أحمد الزمالك هو مصر مرتضى منصور اللي مفروض يكون دلوقتي في السجن بيسحب ملف انه ترشح تاني رئيسنا للزمالك